المخ يا عزيزي إذا ما بيلاقي ما كيش حاجة بتحصل حواليه بيبتدي يعمل هلاوس تعالا نعمل هلاوس عن الملل ملل 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 السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد أشك أن فيكم من لا يعرف هذا اليوتيوبر الذي عرضت جزء من فيديو له في المقدمة ومن لا يعرفه هذا والدحيح يوتيوبر مصري عنده قناة في اليوتيوب عليها تقريبا مليون ومائتين مشترك ونزل عليها مقاطع علمية وفلسفية بطريقة ذكية جدا قناة الدحيح انشئت عام 2014 عليها الان 37 فيديو ولكن آخر فيديو له انزل قبل أربع سنوات الدحيح في هذه الأربع سنوات لم يقطع عن اليوتيوب وإنما انقطع عن قناته فقط وبدأ ينزل في قناة أخرى لشركة اسمها او ايجي بلاس المهم انعقد مع هذه الشركة وبدأ ينزل المقاطع في قناتها بشكل عادي ومستمر المقاطع هذه كانت مثل مقاطعي في قناته لكن بجودة عالية وتصوير احترافي لاننا نتحدث عن شركة وبعد ان كانت اموره التمام التمام قرر فسخ عقده مع الشركة السنة الماضية تقريبا وقبل اسبوع كان انعقد مع شركة او قناة اخرى باسم نيو ميديا اكاديمي وإلى الان انزل فيها فيديوهين بنفس الطريقة التي اعتدنا ان نرى الدحيح عليها وبما ان الدحيح كان ساحب على اليوتيوب سنة تقريبا فورا نزول هذا المقطع عمل ضجة واصبح محطة تحديث الكثير من القنوات والسبب ليست عودة الدحيح فقط وانما عودته والشركة التي انعقد معها ولما يعرف هذه القناة نيو ميديا اكاديمي هي قناة كانت ايضا عامل شاركة مع شركة اخرى اظن ان الكل يعرفها وهي ناس ديلي التي يمتلكها شخص اسمه نصير ياسين وهو فلسطيني اسرائيلي او اسرائيل فلسطيني ويدعم اسرائيل بشكل كبير في فيديوهاته التي يعملها على الفيسبوك مدتها دقيقة او دقيقة تقريبا في المهم فيديوهات قاسرة ويدعم فيها اسرائيل بشكل كبير هنا سنعود الى الوراء الدحيح يوتيوبر مصري دعم القضية فلسطينية مثل ما فعل الكل اليوتيوبر مشهور يدعم هذه القضية يعني عمل او لا ستوري فالدحيح يوتيوبر مشهور يعمل شاركة او لا عقد مع شركة هي بدورها عامل شاركة مع شركة او لا مع قناة ناس ديلي يعني الدحيح عامل عقد مع شركة مطبعة رغم انه لا يوجد تواصل بينهما هذا هو الاستنتاج الذي خرج به كل واحد منه حتى انه في تويتر انتشر هاشتاك قاطع الدحيح ببساطة لانه يطبع مع شركة مطبعة وللتذكير فقط هذه القناة قبل ان ينزل عليها الدحيح اول فيديو كانت فيها تقريبا سبعة الاف خمسة الاف مشترك وفي اربعة وعشرين ساعة فقط وصلت لنصف مليون مشترك والفيديو نفسه وصل لثلاثة مليون مشاهدة اه هذه المشاهدة التي احلم ان استيقضوا اجد قناتي فيها المهم بعد هذه هاجمات التي تلقاها الدحيح لم يستطع ان يبقى صامتا كعادته لانه دائما كان يتعرض لكثير من الاتهامات ولعل اشهرها الالهاد ويبقى صامتا يعني لا يخرج بتفسير ولا بأي شيء ولكن في هذه المرة خرج بتصليح يوضح موقفه ولكن في موضوع التطبيع ننسى البوست في قناتي او لا في صفحتي الفيسبوك يوضح فيه الام على البوست طويل وقليلا ننسى احمد فيديو لشخص يقرأه وسأدعونا العجز وميدي من ساعة عرض الحلقة الاولى من برنامج الدحيح يوم السبت وهناك مساحة واسعة ومتبينة من ردود الافعال بعضها كان ايجابي وانا ممتن جدا وشاكر جدا لها وبعضها كان سلبي وعنيف وتتفاوت فيه مساحات الاتهام وده السبب الامخالين النهاردة مكرر ان اكثر عدتي على مدار الاربع سنين اللي فاتوا ورد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي لان دي بالذات اتهامات صعبة اوي اسمعها واسكت واقول الزمن كفيل بالرد زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي اغلب حضراتكم عارفنها باختصار ووضوح موقفي كالاتي موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومعلن وهو الموقف الوحيد اللي اعلنته لان صحيح انا ما بفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها لكني قررت اعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت لان الاجرام اللي كان بيحصل على اهلنا هناك تجاوز كل تخيل وعبرت عن مشاعري وقتها دون موارية وقلت اني منحاز لهم هل دا كلام يصدر من شخص مطبع او ناوي يبقى مطبع رقم اتنين المنصة اللي رجعت عليها منصة تعليمية في الاساس لا علاقة لها بنزد لي مفيش تمويل ولا دعم ولغيره لكن بالفعل كان فيه شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي وانتهت العلاقة تماما السناء اللي فاتت وبالتالي الكلام على ان المنصة الاولى بتمول التانية او التانية بتمول الاولى هو كلام خاطئ تماما وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم مرة ثلاثة ان في نفس الوقت مقدر خوف الناس وقلقهم من ان يبقى فيه محاولات استغلال او دس للسم في العسل زي ما بيقولوا وبناء على كده حابب اؤكد على حاجتين ان محتوى برنامج الدحيح لن يتغير ولن يتحول مع الوقت لأي شيء اخر وانه لن يكون بوق اعلامي لأي جهة زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده به ودي حاجة بديهية ومش محتاجة اقولها لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة ان عمري بأي شكل ما هيكون مطبع ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي انا بقدم محتوى علمي وهفضل اعمل كده ومش ناوي اغير ده لاني ما بعرفش اعمل حاجة تانية انا بقرر شكري لجميع المهتمين انتم بصلتي وانا مهتم اسمع لكم واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تأديري ودايما مهمة عندي ده الكلام اللي قاله الدحية وبما ان هذه الشركة كما يقول الدحية فسخت عقدها مع شركة ناس ديلي الى انه من الافضل للدحيح ان يفسخ عقده كذلك ومع هذه الشركة ونزل مقاطعه في قناته الرئيسية يعني وعنده قناة فيها مليون مشترك تقريبا لا بأس ان يدعو فيها والكثير من الناس طلبته بذلك يعني ليس انا للشخص الواحد الذي اطلبه بذلك وانما الكثير من المتتبعين سيبقى الدعم على ما اظن كما هو في هذه القناة الله اعلم المهمة ورأيي في الموضوع هنا سنكون وصلنا الى نهاية الفيديو اتمنى ان تشتركوا في القناة لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد واتمنى ان تدخلوا عندي انستغرام في الوصف دمتم سالمين اشتركوا في القناة